قمت بقريباً لوحكاً ميسر شبك عم شام الصدري شوي الشمس صحية تيل للجسم شو ها التضبضبية يا مرة؟ عم يطلّوا عليكي؟ مشان الله ليش مين في هون غير الحيوانات؟ حتى أنت معت تطلعت عليهم رجع عود مكانك تصب اللي كاسد شاي فاطمة تشربين شاي معنا؟ لا أخي يسلموا شربت ببيت أهل مصطفى شو قصتك انتي؟ كنتي قاعدة بحدنون الزلمة؟ ميشان الله مرت أخي شو يعني هادل حكي؟ شش عم حكيكي مفكرة بتقدري تضحك علي؟ بدك صدق انك كنتي ببيت أهل مصطفى؟ والله كنتي هنيك وأكلت عنهم كمان يعني ما رحتي معط شقوا عالبيت؟ اي بلا رحنا وشو فيها إذا رحت؟ حاسستك ما عم بتقولي الحقيقة عن جد انتي صايرة ما بتنعطي وش أبداً لا تبلشي مرت أخي سمعيني لا تعملي عملي قبل الزواج بعدين بيتركك وما بيتطلع فيكي انتي صاير شي لعقلك؟ ديري بالك تفتحي أخوكي لأنه ما حدا رح يقبل فيكي بعد هالعملة رح تضلي بخلقتي ميسر؟ شو عم تحكو؟ ولا شي عم ندردش سألت عن مصطفى بس اه اه اختك متغيرة عن قولك شافت حالة بعد ما خطبت لكن يا عمي لجو شو ساوتلك المسكينة؟ هاي مسكيني؟ انت المسكين والله اختك ما انا قليلي منوب ها ها هذا الشوفير بيت رشدان كيفك لمعي؟ يسلموا يسلموا انا منيح كيفك انت اخي سماعي؟ مرحبا ميح اهلا وسهلا كيفك اختي؟ افضلوا شربوا كاسة شاي شكرا ورانا شغل كتير صدنا زمان ماشتناكم اينكم؟ اه انتي بتعرفي الشغل فوق راسنا كنا مشغولين لفترة الماضية وفضينا لما سكرنا المزرعة اه اسمعنا بالموضوع اسمعنا بالموضوع اسمعنا بالموضوع بلا وجع راس مزبوط من فترة ايجا زلمي من عندكم كان بده جبني ايه صح بعتناه على كل مزارع ضيعة لا ليش فيك تلاقي اظرف من اللي عنا اخي اسمعيل ما معقول انا براهن على هالشي الى هيك يجينا لعنكم رشاد بيك رح يساوي خطبة ابنه هون الف مبروك هنن اجوا على ضيعة وانا اقترحت عليهم انو نشتري السمنة والجبنة واللبل من عنكم طمن اخي اسمعيل ما رح ناخذلك خلي مصريات بيت رشدان بيك تفوت لجيبتنا ما بلكي مشوف الخير على وشها وهذا حكينا نحنا ناولها القائمة لاشوف بتناياهن يوم الخطبة تكرى معينك تاخدوهن ولا منجيبوهن لهني لا الافضل انكم جيبوهن لهني بيجوزن نشغلوا ما نكون فاضيين ما تتعرفي شو بصير ماشي ماشي ما في مشكلة وبدنا تدبرو لنا ناس يشتغلوا بالمطبخ من عنكم من اهل الضيعة كمان امنو لنا كم مرة وبعتوهن لعن بيت رشدان انت بتقمر 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 حتى نحنا بنيجي اخي اسماعيد متل ما بتعرف نحنا بحاجة للمصاري بدنا نجوز خطمة وهي اجت العروس كمان ها ما بصدق هالصابية الحلوة اختاك لمعي ايه اختي ايه اخي اسماعيد لا تخاف رح بيضلك وشك قدام الجماعة لا تاكل هم منوب بلكي من هون وطالك تشترون عنا وليش لا فارجينا همتك هلا لا تنقصوا اي شيها لا تقصروا رقبتنا ولو اخي تروف الشغل علي يعطيك ولا عافي خاطرك لمعي شرفته مع السلامة الله معكم الله معكم الله معكم لك شو صلك لمعي انتجاني؟ بتعرف شو معنات بيت رشدان يشتروا من عنا؟ هاد هو رشاد بيك؟ هاد شوفيرو يا هبلا شوفيرو شوفيرو؟ بتخيلي هاشي؟ اذا هاد شوفيرو كيف هو؟ هيك العيشة بتكون الله يلعن ابو الفقر يلا خلونا نشوف شغلنا ورانا شغل كتير يلا مرت أخي مصطفى وأهله بدون يزورونا يتفضلوا يتفضلوا ليكون بدون يتعشوا زون جايين يحكوا بالعرس خذي مراد معك وروحي بالشي شغل يلا الضيوف ضيوفك انتي انا مالي علاقة ايه ماشي ما حكي انا شي مراد يلا حبيبي امشي معي مستعدة اعمل ايه شي ميشا مصطفى